السلام عليك حقيقة الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرينج خلصنا في المقطع الماضي روجر ودي ورينا والحب فيه وجينا اليوم نغطي الساحرة سيرن وأحلى ما في هذا الكوست أنك تطلع بعتاد كويس وعلى طريق الاعتاد ترى رينا بعدما خلصنا السايد كوست حقها نسيت ما أقول لكم أنه يمديكم ترجعون التور حقها وتأخذون من الصندوق هذا اللبس تبعها كامل طبعا أول مرة تقابل الساحرة هذه راح تسألك ولازم تختار i1 to learn اللي هو السحر أو التعويذات ومن بعدها راح تطلب منك أنك تجيب لها زي المخططات ثلاث أماكن أول واحد في هذا المكان على الجسر والثاني قريب من church of earth على اليسار فوق بتحصلون زي الجثة في هذا المكان وتحصلون الأكاديمي سكرول أما المكان الثالث اللي هو في الكلاسروم راح تحصلون المخطوطة والمخططة الثالث المهم هذا ما لح علاقة بالسايد كويس لكن إذا حابت جمع وتأخذ من عندها أسحار أكثر حابت أن يذكر هذا المعلومة عشان تكمل السايد كويس لازم أنك تكون متقدم شوي في اللعبة وتوصل عند الجريس بوينت هذا اللي اسمه بريميفل بريميفر سرسر أزور المهم ضروري أنك توصل لهذا المكان عشان تكمل السايد كويس هذا وتحصل الأيتم اللي اسمه الكومت أزور فبعد ما ترجع للساحرة بيظهر لك هذا الخيار شو أزور سسري فبات أعطيك وضعية المصدومة وكيف جبت هذا السحر وكيد قابلت أزور ومن زمان ما شفته والسواريف هذه المهم بعد ما تخلص السواريف ها راح تكلمها مرة ثانية وراح يكون فيه زي الفيفر تضغط عليه وبعدين راح تكلمك أو تتكلم عن شخصية اللي هي الماستر لوسات المهم راح تعطيك الايتم أو المفتاح اللي اسمه سيلين سيل بريكر وراح تقول لك أنه موجود في الكيلد اللي هي منطقة التنانين الحمراء أسرع طريقه أنك تيجي عند الفورس فروث ولو تذكرون في أحد مقاطع الفارمنج كان فيه تنين الضخم هذا الأبيض اللي كنت تجلس تصاقع فيه وما يكلمك هذا المكان نفسه راح تجيه وعلى فكرة رياح هذه البيضة حتى لو نطيت عليها من مكان مرتفع ما راح تتدمج يعني مش بس فائدتها أنك تطيرك في الهواء لا برضه راح تفيدك يوم تنزل عليها وطبعا هنا راح تحصلون الدنجن وفيه بوس هنا بس مهو بلازم تقاتله لكن إذا كملت الطريق راح تنطف في هذا المكان وتقاتل أحد الشخصيات هناك تحت ومن وراه بيكون زي البوابة راح تفتحها بالمفتاح اللي خذناها قبل شوي وراح تحصل في هذا المكان زي جثة سيلن ولكن كذا رغمة المهم راح تحصل هذا الايتم منه اللي هو الستارز اف روين المهم راح ترجع تكلمها مرتين أول مرة تقول لها المهم راح تقول لك أن هذاك ما هو بجسمي وجسمي الحقيقي موجود في مكان ثاني والأكاديمي شكل يمنعها من التحرك وتطلبك أنك تحصل جسدها في مكان ثاني يا والد أنا وش أقول المهم أنه في سحر في وشعبها في الموضوع يا أخوان المهم لا تنسى أنك تختار الخيار الثاني اللي هو اللوكيشن تبع الوسات عشان بالمرة تعطيك الستارلايت شارتز المهم من هنا راح تنزل الجنوب سيجوون عند الشارتشوف ماركيتا وتنزلون تحته عند الرونز هذا إذا كان مسكر هذا الطريق لازم لك تضربه أو تضرب الحجارة هذه وراح ينكشف لك الدرج المهم وإذا قتلتوا الشخصية أو الساحرة هذه تقدرون ترجعونها من تشيرتشوف فاوز وشرحت في هذا المقطع الطريقة بعد ما تكلمها راح تعطيك السيلن برايمون جرينستون بعد ما تأخذون الآيتم إخوان توجهوا إلى رينا رايدز وإذا ما أخذتوا اللبس حقها يبديكم تأخذونها لحين المهم بعد ما تنزلون قبل التنين تأخذون يسار بتحصلون هذه الرونز اللي فيها المكان السري في هذا المكان وفيه جدار ثاني برضو راح تضربونه وعشان يفتح لكم الغرفة السرية هذه المهم راح تحصل هنا النسخة ثانية من سيلن وراح تعطيها الآيتم المهم بعد ما تعطيها الآيتم راح تروح إلى الشامبر أوتسايد اللي القلعة اللي قابلت فيها رادان أو قتلت فيها مفروض أن قتلتها خلاص فراح تقابل هذه الشخصية هنا وراح يتكلم لك عن الفستفل لأن الفستفل خلص وخلاص وأنا ماشي السلام عليكم راح تطريد له موضوع الساحرة هذه وراح يجي معاك بعدين إلى نفس المكان المهم راح يجي معاك الساحر هذا ويشوف جثتها ويقول لك شوي تسواليف عنها ولكن ما بيصير معاك أي شي هنا والجزء الأخير من الكوست أنك لازم تيجي إلى راية لوكارية أكاديمي وتطلع برع البوابة هذه وتحصل على اليمين والليسار خيارين لازم تختار بين هذا الخيارين العلامة الحمرة اللي هو توقف أو تقاتل مع الساحر والعلامة الصفرة اللي هو تقاتل مع سلين الساحرة ضد الساحر اللي أعرفه هنا إذا ساعت الساحرة ما راح تفوتك التعويذات لكن إذا أحد فيكم اختار الخيار الثاني يريد اكتب لي في الكومنت ويش يصير إذا اخترت الساحرة سلين ضروري أنك تنتبه لحياتها لأنها تنقص بسرعة وتموت بسرعة فأحرص أنك تقتل الساحر بسرعة المهم بعد ما تفوز عليه راح تحصل الآيتمات أو الدروع اللي كان لابسها وطبعا بتحصل التعويذات وتحصل التاج وبتحصل هذا السيف إذا فيكم أحد اختار أنه يقتل الساحرة ويوقف مع الساحر يريد أنه يكتب لنا في الكومنت ويش يستفاد لا تنسوا اللايك ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته